سمعته قبل كده عن قصة جرامبا الجد لما كان ماشي في القرية بتاعته قرية يعني village وكان معاه احفاده بيتماشي في القرية وبيسترجع الزكريات بتاعته معهم عرفته كمان انه سابهم فاجأ وراح لما شاف a big tree شاف شجرة كبيرة وبدأ يعمل ايه بدأ يحفر يحفر يعني dig يا ترى كان بيحفر ليه كمان سمعته عن التمثالين الضخمين جدا جدا دول دول اسمهم the calci of maman يا ترى ايه حكايتهم كمان عرفته ان انا لما نيجي نحكي اي حكاية بنستخدم زمن اسمه past sample tense يعني زمن الماضي البسيط يا ترى ايه هو الزمن ده وبيتكون من ايه وبنستخدمه ازاي كل الحاجات دي هنتعرف عليها في الدرس بتاعنا ان شاء الله peace be upon you السلام عليكم hello everybody اهلا ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف رابع لابتدائي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا connect four عندنا يانت seven الوحدة السبعة what's the title of the unit عنوانها كان ايه this is where i live يعني هذا هو المكان الذي يعيش فيه هنتعرف دلوقتي على lesson three الدرس التالت what's the title of the lesson وعنوانه ايه الدرس بتاعنا a short story about grandpa يعني قصة قصيرة عن الجد يلا نشوف القصة بتاعتنا ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هاسبها لكم في صندوق الوصف باذن الله كمان هاسب لكم رابط صفحة الفيس يوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام look at this read and answer اقرأ ثم اجب what does grandpa find ماذا يجد الجد معنى كده ان احنا عندنا grandpa اللي هو الجد في اخر القصة هيلاقي حاجة يجد يعني find ايه الحاجة اللي هو هيلاقيها look at this what can you see in this picture شايفيني قدامنا في الصورة دي زي ما احنا شايفين this is a village village يعني كرية تمام بيقول لنا بقى هنا ايه grandpa and his box of memories التايتل بتاعنا عنوان ال story عنوان القصة ايه الجد وايه كمان his box box يعني صندوق وكلمة memories معناها الذكريات يعني هنتكلم عن قصة الجد وصندوق الذكريات الخاص بيه بيقول لنا هنا ايه look this was my street بصوا كده الشارع ده كان الشارع بتاعي this was my street كلمة was يعني كان في الماضي grandpa was very excited يعني جده كان بيتكلم وهو very excited متحمس جدا was يعني كان زي ما احنا شايفين طالما احنا بنحكي story قصة لازم هحكي كل حاجة في زمن اسمه الماضي البسيط past sample لان الحاجة دي خلصت وانتهت خلاص فبقى اسمها ماضي we were in the village كنا في القارية where he grew up احنا كنا موجودين في ال village دي في القارية دي اللي اصلا جده ترابة وكبر فيها grew up هنا كمان الفرب ده جاي في الماضي البسيط هو كمان عشان دي حاجة خلصت من زمان it's near the callusai of memnon يعني الفالج دي بالقرب من حاجة اسمها the callusai of memnon يعني تمثالة memnon زي ما احنا شايفينها هكده in this picture التمثالين دول بيسموهم ايه callusai of memnon كلها هكده بروحها معي callusai of memnon كلمة callusai معناها تمثال ضخم جمع هنا جمع الكلمة المفرد بتاعها كلمة اسمها callus والكلمة دي معناها تمثال ضخم والبلورل بتاعها الجمع بتاعها جمع شاز زي ما احنا شايفين في اخره اللاتر ده مش في اخره اس زي ما احنا منعودين دي اسمها نطقها ازاي بقى the callusai of memnon يعني تمثالين بتوع memnon وده تمثيل موجودة في محافظة الاقصر وده كانت بقايا من معبد كامل المعبد كله خلاص ما عادش موجود وباقي منه تمثالين دول ايه بقى الموضوع بيقول لنا هي مين اللي يعني القرية القرية كانت هادئة جدا بيحكي لنا ان القرية كانت هادئة جدا ايما كان هو عيش هناك هنا شايفين في اخرها دي ليه بقى لاني بحكي قصة في الماضي بقى كل الافعال هتبقى في الماضي يعني قال لنا الكلام ده دلوقتي بقى فيه زوار كتير في المدينة سوري في القرية مش في المدينة يعني زي ما احنا عارفين طبعا محافظ الاقصر فيها تمثيل ومعابد واثار فرعونية كتير عشان كده بيجيلها يعني سياح وزوار من كل انحاء العالم فهو بيفتكر الفلدش بتاعته كانت ازاي ايام زمان ودلوقتي بقت عاملة ازاي هو جده بيتمشى كده وقامل لنا البدة اللي كان عايش فيه صديقي كنا بنلعب كورة في الشارع ده ايه كمان ما كانش فيه هناك ايه ايامها ما كانش فيه كورز سيارات لكن دلوقتي بقى فيه يعني جده قاعد يبصي مين وشمال وبدأ يعبر الطريق لكن الطريق كان فيه الكتير جدا من اللي هي العربات النقل وكمان اللي هي السيارات وبيشاور كده على مكان معين ده المكان اللي انا كنت عايش في بنبص كده وإحنا واقفين لان مكان فاضي مفيش فيه هاوز ولا اي حاجة مفيش بيوت كان فيه بس اللي والعشب وكمان شجرة كبيرة يعني يقول انا بتساءل يعني ايه بيقول الكلام ده كان منذل عديد من السنوات كلمة اجو يعني منذل منذل سنوات عديدة يبقى كل ده حصل وخلص يبقى كله في الماضي عشان كده قلنا هنا وز في الماضي جده كان بيقول الكلام ده هو بيبص على ايه على تري تري اللي هي الشجرة بدأ يعمل ايه بقى بدأ يمشي لغاية الشجرة وقت الماضي من كلمة وق يعني يمشي شايفين ضيف اللاقي في نهايتها اي دي عشان تتحول للماضي لان بحكي حاجة خلصت خلاص وقعد كمان يبص في الارض وبعدين عمل ايه بدأ يعمل ايه بدأ يحفر كلمة اللي هو الحفر جاي من الفعل يعني يحفر لما حفر شد ايه بقى خرج من الارض يعني صندوق معدني قديم ولما لقى الصندوق ده ابتسم ابتسامة عريضة يعني كان بيشعر بيه طبعا بيشعر بيشعر بالسعادة هاد برضو هنا في زمن ايه ايه الماضي شاطرين عشان احنا بنحكي حاجة خلصت خلاص بيبص هنا بيقولهم كده بصوا هنا وكان متحمس جدا بيقولهم بصوا على الصندوق ده كده يعني كان عندنا 8 8 years old كان عندنا بس 8 سنوات كلمة بارد يعني دفن لما دفننا الصندوق ده في الارض كان عندنا بس 8 سنوات بارد الباست من الفعل باري باري يعني يدفن مفروض في نهاية هواي لكن هنا شلنا الواي حطينا مكانها اي وبعدين ضفنا للفرب اي دي بيقولهم يلا نعود ونبص كده الصندوق نشوف ايه الحاجات اللي جواه قال له طبعا يعني انا عندي فضول جدا جدا عايز اعرف ايه الموجود يعني في الصندوق بعد ما شفنا بتاعتنا يقول لي هنا عايزني اقول في القصة بتاعتنا ايه الاشياء اللي كانت مختلفة في الماضي عن الوضع حاليا فعندنا هنا قالم في عمود يعني في الماضي وهنا هنقول ايه الحاجات اللي هنا يعني الان على سبيل المثال قالنا في الماضي القرية كانت يعني هادية جدا لكن دلوقتي فيها يعني الكثير من الزوار اللي هم السياح اللي يزوروا لقصر ايه كمان كان مختلف فاكرين كده معايا مثلا قالنا انه زمان كان فيه يعني ما كانش فيه عربيات كتير لكن دلوقتي فيه الوقت فيه كتير جدا من العربات النقل وكمان السيارات ايه كمان كان مختلف بيحكي هنا وقال لنا ده المكان اللي انا كنت عايش فيه معنى كده انه في المكان ده كان فيه زمان لكن دلوقتي موجود يعني المكان دلوقتي عبارة عن شجرة وكمان شوية عشب فمعدش فيه دول الحاجتين اللي كانوا مختلفين في القرية ودلوقتي زمان ودلوقتي يلا نجاوب على الاسئلة نريد اجاعة نشاك نمبر وان يلا اقرؤ معايا كده where صعري مش فرب دي ادات الاستفهم ادات الاستفهم اسمها where يعني ايه يعني اين بتسأل عن المكان يعني اين قرية الجد القرية بتاعت جده شفناها فين تمام يعني موجودة بالقرب من تمثال ممن اللي هما تمثالين العملاقين دول اللي شفناهم من شوية نمبر نمبر جده كان بيشعر بايه لما شاف الشرع القديم بتاعه ايوه عرفنا ان هو كان بيشعر بالحماس نمبر بسيط بجيب بجيب فعل مساعد في السؤال اسمه did وبعد did لازم الفعل يبقى يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات كيف كان يا شعور لما وجد الصندوق how do you know وعرفت ازاي الشعور بتاعه فاكرين لما لقى الصندوق حصل ايه he felt happy كان بيشعر بالسعادة ليه لان بصينا كده على وشه he had a big smile on his face لانا ايه عنده ابتسامة عريضة على وجهه نمبر how did grandpa know where to look for the box how did برضو بسأل السؤال في الماضي فاستخدمت كلمة how did grandpa know where to look for the box ازاي جده عارف هو هيدور على الصندوق فين بالزبط لما شاف ايه قدامه ايوة he looked at the tree لما شاف الشجرة وبص عليها عارف عارف ان ده المكان اللي كان فيه الباكس نمبر فور هنا بيقول discuss with a partner يعني تنقش في الموضوع ده مع زميلك what's in grandpa's box of memories الحاجات اللي موجودة في box ده في صندوق الذكريات بتاع grandpa think and draw فكر كده ويرسم الحاجات اللي بتتوقع انها ممكن تكون موجودة في الباكس يعني ممكن ايه دايما بقول لكم حاولوا ان انتو تحلوا الاسئلة المعتمدة على التفكير يعني استفيدوا جدا من المهارة دي لانها هتفيدكم ان شاء الله جدا تخيلوا كده معايا ممكن جده يكون عين ايه في الباكس بتاعه انا مسلا هساعدكم واقول انه ممكن يكون عين coins يكون مسلا كان عنده هوية العملات او بيحب يحتفظ او كان عين شوية فلوس عايز يصرف هم بعدين فممكن نحط ايه هنا ممكن نقول انه كان عين coins ممكن كمان يكون عين ايه الحاجات اللي احنا بنحب بنائنها عشان نبضل فاكرينها على طول ممكن كمان يكون عين letters يعني خطبات خطبات جاية له من حد من اصدقائه مثلا انتو كمان فكروا ممكن يكون عين ايه في الخاص بيه في صندوق الذكريات بتاعه برضو كده هنشتغل كده ونتعاون مع اصدقائنا يعني تخيل كده ان انت عايز تدفن صندوق للذكريات بتاعتك كلمة يعني يدفن يعني يحط حاجة في الارض ويغطي عليها what do you put inside ايه الحاجات اللي انت هتحطها جوه الصندوق الخاص بيك ده write three sentences يعني اكتب ثلاث جمل عن الاشياء اللي انت ممكن تحتفظ بيها في your box of memories في صندوق الذكريات بتاعك برضو عزاك تفكروا ايه اللي ممكن تحطوه وايه الجمل اللي ينفع نكتبها هديك مثال الجملة وانت افكر في الباقي اقول مثلا i put مش هو بيقول what do you put inside هتحط ايه في داخل الصندوق طالما do you put do هنا في المضارع هيبقى انا هجاوب برضو في المضارع present sample وyou بتتحول في الاجابة i في الجمل انا بتكلم كده كده عن نفسي فهقول انا يعني i i put هضع ايه بقى my birthday presence مثلا هحط فيها الهدايا اللي جات لي في اعياد الميلاد بتاعتي دي جملة اقول كده الجملة بكل بساطة فاعل وبعدين فاعل i put i put ايه اقول بقى اي حاجة عايزة حطها ونكون ثلاث جمل يعني حط جملتين كمان وفكروا دايما بقول لكم حلوا اسئلة التفكير find out ابحث اكتشف ايه بقى عايزنا ابحث عن ايه where are the call sign of memnon يعني فين مكان the call sign of memnon مكان التمثالين بتوع memnon how old are they وكمان عمرهم قد ايه فاكرين the call sign of memnon اللي قلنا عنهم من شوية اللي والتمثالين اللي هم الضخمين العملاقين دول ايوة لما نيجي نبحث كده وندور هنلاقي ان هم موجودين the call sign of memnon are two large status that exist in luxor هنلاقيهم موجودين فين in luxor يعني في محافظة الاقصر they were built how older they يعني عمرهم قد ايه بيقولوا ان هوا they were built around يعني تبانوا around معناها حوالي حوالي سنة 1350 بي سي سنة 1350 قبل الميلاد يبقى لما نبحث عن the call sign of memnon هنلاقيهم موجودين in luxor وعمرهم قد ايه عمرهم كده 1350 سنة قبل الميلاد look at the story on page 10 again بيقول لي بص كده على القصة تاني وبعدين find and write the verbs in the past يعني ندور على الافعال اللي موجودة in the past يعني في زمن الماضي واكتبها هنا زي ما ارتفقنا ان لما بنجي نحكي قصة خلصت خلاص في الماضي بستخدم زمن اسمه ايه past sample tense زمن الماضي البسيط الافعال كلها تقريبا كانت في الماضي عشان بنحكي حكاية خلصت جايب لنا هو مثال الفرب هنا lived lived الماضي من live يعني يعيش كمان افعال ايه قبلتنا قبلنا فعال زي ده was يعني كان where برضو يعني كان بس was بتيجي مع المفرد وضمائر معينة where بتيجي مع الجامع وضمائر معينة كمان عندنا الفرب ده grew up الماضي من grow up يعني يكبر او ينمو played played الماضي من play يعني يلعب looked الماضي من look يعني ينظر crossed يعني يعبر الماضي من كلمة cross يعني يعبر شايفين هنا الافعال دي اللي لونها blue ازرق اخرها ايه كلها ed لكن الافعال دي مفيش في اخرها ed عندنا كمان verb had had الماضي من have يعني يمتلك او عند اولدي said الماضي من say يعني يقول walked وقت الماضي من walk يعني يمشي started الماضي من start يعني يبدأ كمان عندنا pulled pulled يعني يسحب او يجر او يشد الحاجة من الارض كده الماضي من pull buried الماضي من كلمة bury يعني يدفن زي ما احنا شايفين الافعال اللي هي blue باللون الازرق كلها في اخرها ed ed او d لكن الافعال اللي هي in red باللون الاحمر شايفين شكلها لا مش مستطبطة بقاعدة ed ولا d ليه هنعرف دلوقتي write the verbs in the correct column بيقول لي بقى الافعال اللي انت طلعتها دي كلها اكتب كل فعل في العمود الصحيح correct column يعني العمود الصحيح can you add more verbs to the table وهل تقدر تضيف افعال اكتر للجدول ده ايه الجدول ده بقا عندنا هنا regular past يعني ماضي منتظم and irregular past يعني ماضي غير منتظم يعني irregular past لو انتو فاكرين كل ما بناخد افعال كل مرة بتصريفاتها بنقول ان عندنا الفعل في المصدر او المضارع البسيط والفعل كمان في الماضي البسيط وعرفنا ان الماضي البسيط التصريف التاني للفعل ودايما بناخد جدول فيه regular verbs يعني افعال منتظمة بنلاقي في نهايتها ed او d لكن regular verbs بتبقى افعال مش في نهايتها ed ولا d بس بتبقى كلمة مختلفة ولازم نحفظها زي ما هي طيب فين بقى regular verbs regular past الماضي المنتظم اللي مر علينا دلوقتي برضو حطلنا مثال اللي هو الفرب left لان اخرها d كمان عندنا ايه played played اخرها ed تبقى regular منتظمة كمان الفرب looked وايه كمان crossed pulled buried كل دول في اخرهم ed او d عشان كده بنسميهم regular past يعني ماضي منتظم طيب irregular past الماضي الغير منتظم بقى الافعال الشازة او الغير منتظمة اللي بتتحفظ زي ما هي مفيش فاخرها ولا ed ولا d لكن بتبقى كلمة تانية زي كلمة was ايه كمان عندنا where grew up had said كل دي افعال ايه irregular يعني غير منتظمة complete these sentences about the story كمل الجمل دي عن القصة بتاعتنا يلا كده number one grandpa's village was very quiet يقول لنا كوريا بتاعت جده كانت هادئة جدا لانها كانت في الماضي فاخترنا ايه was لانها الوقت ما هددش quiet خلاص زي ما عرفنا now now يعني ايه بقى يعني الان دلوقتي لما لقي now اعرف ان الجمل هنا في present في المدارع now there في المدارع بقى اختر ايه a lot of people a lot of people يعني الوقتي في ناس كتير a lot of people دي كلمة plural يعني جمع لما ايجي يقول يوجد مع الجمع اسمها there are now there are a lot of people number two there no cars in the past in the past يعني ايه يعني في الماضي اه كلمة in the past يبقى الجملة ماضي طيب no cars no cars cars دي السيارات يبقى جمع plural طيب اختار بقى ايه مع الجمع في الماضي ايوة there were كان في الماضي مع الجمع اسمها where there were no cars in the past now now يعني الان دلوقتي دلوقتي يبقى هنجيب زمن ايه i have a present يعني مدارة تمام a lot of trucks يبقى هنجيب زمن يبقى هنجيب زمن يعني جده كان عنده تمام سنوات لما دفن الصندوق الجملة دي مدارة ولا ماضي اه بص هنا كده when he buried the books the books يعني كان عندما دفن الصندوق بيرد هنا في زمن الماضي يبقى طبعا بحكي عن حاجة في الماضي لما كان عمر جده 8 سنوات كان في الماضي اسمها ايه was aware طب هجيب was ولا where ازاي ايوا جرامبا مفرد يبقى هجيب كلمة was now يعني الان دلوقتي يبقى present مدارة جرامبا very old جرامبا مفرد وفي المدارة دلوقتي جده عجوز جدا يبقى نختار ايه مع جرامبا في المدارة is think and answer about yourself فكر وجاوب عن نفسك يعني هتكلم هنا عن نفسنا number one when did you get up today when did you قلنا قبل كده لما نيجي نسأل سؤال في الماضي البسيط بيجيب فعلا مساعد اسمه ايه did كلمة when يعني عندما when did you get up get up يعني ايه يعني يستيقظ يعني انت استيقظت امتى النهاردة صحيت من نوم امتى النهاردة لما يجي يجاوب على سؤال في الماضي البسيط سؤال في الماضي البسيط عرفنا ازاي نهو في الماضي البسيط عشان في فعلا مساعد did هجاوب ازاي هنجاوب برضو في نفس الزمن لازم الاجابة هتبقى كمان في الماضي البسيط اللي هو بيتجاوب من ايه بقى من التصريف التاني للفعل هقول هنا الفعل هنا اسمه get up فالماضي اسمه go top فحولنا هنا you لأي هقول أنا أنا يعني I I got up واجاوب بقى امتى صحيت at six o'clock مثلا الساعة ستة الصبح يبقى ازاي اجاوب على السؤال اللي فيه فعل مساعد هجاوب في زمن الماضي number two what did you do on your way home يعني عملت ايه وانت مروحة على البيت في طريقك للبيت برضو السؤال في ايه did يبقى هجاوب في زمن ايه ايوان ماضي البسيط هقول أنا أنا يعني I I مثلا bought some biscuits يعني اشتريت بعض قطاع البسكوت I bought جبنا باط هنا في زمن الماضي البسيط what subjects did you study today المواد اللي انت ذكرتها اليوم او درستها اليوم او عندنا did في الماضي بقى اعرف ان انا هجاوب في الماضي يعني الفعل ده study هنحوله لل past للماضي بس اخد بالك ان هنا اخرها y y وقبلها d ده دوت صوت ساكن هنعمل ايه في الفعل ده هيبقى شكله كده I studied English and science شلنا ال y وحاطينا مكانها i e d number four did you do your homework يعني هل عملت الواجب بتاعك was it easy وهل كان الواجب ده سهل لما السؤال يبدأ بdid هيبقى معناه هل واجابته بتبقى yes or no وبنعكس اول كلمتين did you do فهنقول له yes I did نعكس اول كلمتين you بتتحول في الاجابة ل I وحططت زي ما هي yes I did طب was it easy هل الواجب كان سهل اقول مثلا yes it was نفس الكلام لما السؤال يبدأ was aware برضو الاجابة yes or no ونعكس اول كلمتين فقولنا هنا yes it was number five what games did you play today يعني ايه الالعاب اللي انت لعبتها النهاردة تمام عرفنا ان هنا did يبقى هجاوب برضو في نفس الزمن في ال past sample فهقول مثلا I played جبنا الماضي من الفعل play يبقى اسمها played I played chess مثلا لقيت مثلا شطرنج يبقى لما لاقي عندي في السؤال فعل مساعد did لازم الاجابة تبقى في زمن ايه past sample الماضي البسيط وبنجاوب ازاي بناخد الفاعل نبدأ بيه جملة بتاعتنا ويو بتتحول في الاجابة الاي write a paragraph about your day اكتب paragraph تتكلم فيه عن يومك النهاردة كان عامل ازاي write four to six sentences عايزنا نكتب من اربع لست جمل نحكي فيها عمالي النهاردة طبعا اول حاجة بعملها ان انا بصحة من النوم انا استيقظت صحيت من النوم انا يعني ايه يعني اي استيقظت يعني get up الماضي من الفربي get up يعني استيقظ وبعدين قلت نصحيت الساعة كام at six o'clock يعني الساعة ستة عطينا حرف الجر قبل الساعة at i got up at six o'clock باخد بالي ان كل جملة بكتوبها لازم اولها capital letter ونهايتها full stop عملت ايه كمان i had breakfast at six thirty يعني انا تناولت الفطار بكل بساطة لما اكون جملة فاعل وبعدين فاعل والجملة في الماضي بقى جيب الفاعل في التصريف التاني had الماضي من have i had breakfast تناولت الفطار at six thirty i went to school at seven thirty at seven o'clock i went to school ذهبت الى المدرسة went الماضي من الفاعل go i went home at two o'clock رجعت البيت الساعة اثنين برضو جبنا الفاعل i بعدين الفاعل went وبعدين نكملت الجملة وقلنا went الماضي من كلمة go i had lunch with my family تناولت الغداء مع أسرتي had الماضي من have يعني يتناول i did my homework عملت واجبي i did الماضي من do do homework يعني يعمل الواجب الماضي من ها did في الآخر طبعا i went to bed at nine o'clock يعني went to bed يعني ذهبت للنوم رحت نام ساعة تسعة went الماضي من كلمة go لما نكون جملة نبدأ بالفاعل وبعدين الفاعل بكل بساطة كده نكتب الجمل واتدرب على الحاجات دي ما تهملوهاش يلا نشوف بقى اهم الكلمات اللي مرت علينا النهار ده كلمة يحفر يعني dig 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 عرب نقل truck 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 شارع street 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 good grandpa 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 grass 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 maden metal 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 sunduq box 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 لعبة game 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 the color side of memnon the color side of memnon the color side of memnon لغمة امسالة memnon the color side of memnon football football كرة القدم football right 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 يسار left 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 دني كمان هنا كلمة ذكريات اسمها memories 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 يتعجب او يتسائل wonder 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 يستخرج pull out pull out pull out pull out يدفن bury 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 فضولي curious فضولي يعني شخص عايزي يعرف كل حاجة curious 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 كلمة متحمس excited 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 head quiet 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 زائر visitor 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 طريق road 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 مساحة وفض space 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 عام year 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 أرض ground 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 قديم أو شخص عجوز يعني معناها الاتنين حاجة قديمة نقول عليها old 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 ومعناها برضو كبير في السن شخص عجوز أو كبير في السن برضو نقول علي old ابتسامة smile 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 بالداخل inside 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 مادة دراسية subject 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 اسمها مادة دراسية وكمان بتيجي بمعنى كلمة موضوع subject تصريفات الأفعال زي ما اتفقنا من شوية عندنا الأفعال في الماضي البسيط في الباست نوعين regular verbs أفعال منتظمة اللي بنحولها للماضي بإضافة ed أو d وأفعال irregular أفعال شازة بنحفظها زي ما هي يلا نشوف regular verbs الأفعال المنتظمة زي ايه play played cross cross wonder wandered pull out pulled out very buried study studied كلها أخرها ed أو d عندنا باقي regular verbs الأفعال الغير منتظمة بنحفظ التصريف الثاني بتاعها زي ما هو مش بنضفلها ed ولا d grow up grew up dig dig sit down set down find found see saw know new get up got up do did say said الأفعال اللي هي irregular الغير منتظمة بنحفظها زي ما هي expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر قبلتنا في الدرس بتاعنا أم أقول from all around the world from all around the world معناها من جميع أنحاء العالم from all around the world from all around the world كلمة على وجهه يعني on his face on his face في طريقك للمنزل on your way home يبقى حرف الجر هنا على اسمه هنا في طريقك في طريقك للمنزل اسمها on ما أقولش بقى ده في يعني ان يبقى لأ هو في طريقك للبيت اسمها ايه on your way home on your way home في هذا الشارع برضو هنا اسمها ايه on this street on يبقى ما أقول الحق البيت ده في الشارع ده اسمها ايه on this street do your homework يعني اعمل وجبك وعمل وجب المنزل اعمل وجبك اسمها ايه do your homework زي ما اتفقنا ان احنا كلمنا هنا في القصة بتاعتنا لما كلمنا وحكينا الحاجات استخدمنا زي ما نسمو ايه pass sample tense اللي هو الماضي البسيط باستخدمه عشان عبر عن حاجة خلصت في الماضي طيب ازاي بجيب الفعل في الماضي الشكل بجملة بيبقى ازاي بابدأ الجملة بتاعتي بالفاعل عادي جدا وبعدين نحط الفعل في التصريف التاني يبقى الماضي البسيط بيتكون من ايه التصريف التاني للفعل واتفقنا ان عندنا نوعين من الافعال regular verbs افعال منتظمة بجيبها ازاي الافعال المنتظمة دي بنضيف للverb ed او دي نضيف للverb ايه ed او d طب امتى باضيف له دي لو اصلا الverb اخره ايه زي الverb live اخره هنا ايه فنجي نضيف له نضيف له دي بس live lived كمان love اخرها ايه برضو لما نجيبها في البست هنضيف لها دي بس يبقى اسمها loved كمان عندنا ملحوظات كده نعملها لو عندنا حروف معينة لو الverb اصلا اخر y وقبلها صوت ساكن ومش متحرك اعمل ايه هنشيل ال y ونحط مكانها اي اي دي زي ال y هنا قبلها r ال r ده صوت ساكن مش متحرك فنشيلها ونحط مكانها اي اي دي كمان كلمة carry يعني يحمل برضو اخرها y وقبلها صوت ساكن فشلنا ال y وحطينا مكانها اي اي دي بيقولنا كمان لو الفعل y اخر y بس قبلها صوت متحرك مش هنعمل حاجة في ال y هنضف له اي دي على طول زي play ال y هنا اخرها اي اي دوات فاول يعني صوت متحرك يبقى مش هنشيل ال y نسيبها زي ما هي ونضف لها في اخرها اي دي play played stay stayed كمان في افعال بنضعف الحرف الاخير بيها لما نيجي نضف لها اي دي زي الفعل stop stop اخره هي اخره هنا ايه p وبعدين قبلها o بي دوات فعل بيه صوت ساكن وقبلها الاو صوت متحرك لو الفعل بتاعي اخره صوت ساكن واحد وقبله صوت متحرك واحد هعمل اي ضعف الحرف الاخير يعني اقرره مرة كمان وبعدين اضف لها اي دي وهنلاحظ ان الافعال دي بانضقها كده سريعة stop تلاحظوا ان احنا بنقول الفعل كده بسرعة شوية فالفعل اللي ازاي ده اعمل ايه هنضعف الحرف الاخير قبل ما نضف له اي دي stop stopped طب نيجي بقى النوع التاني من الافعال 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 الغير منتظمة بعمل ايه باحفظ الفعل زي ما هو مفيش حل تاني يعني اعرف ان go الماضي منها went واعرف ان run الماضي منها ran لازم احفظها زي ما هي بنستخدم الزمن بتاعنا ليه عشان نعبر عن فعل تم وانتهى في الماضي حاجة حصلت وخلصت من زمان زي ما قلنا we were in the village where when we grow up كنا في القارية لما كنا صغيرين ايه ما كنا لسه بنكبر دي حاجة خلصت في الماضي we played football in the street كنا بنلعب كورة في الشارع كل دي حاجات خلصت في الماضي فنستخدم زمن ايه ماضي بسيط عشان كده جبني هنا الفعل played في تصريف الثاني اخر اي دي وwear في التصريف الثاني الوافر بتوبيه في الماضي لما جي انفي الفعل في زمن الماضي البسيط اعمل ايه بستخدم كلمة اسمها didn't didn't ولازم اجيب بعدها infinitive يعني فعل في المصدر اقول ما يعني ما كنتش بعيش في القارية لما كنت صغير يبقى انا فينا الفعل ازاي هنا استخدمنا كلمة ايه didn't وبعدين حاطينا live live بعدها هم مفيش في اخرها دي ولا اي حاجة لان didn't لازم بعدها الفعل في المصدر طيب لما نيجي نكون عليها question عشان يعني سؤال زي ما اتفقنا هنستخدم فعل مساعد اسمه did هنبدأ السؤال بكلمة الاستفهام عادي بعدين الفعل المساعد did وبعدين الفعل وبعدها لازم infinitive يعني مصدر اخد بالي الفعل بعد did او didn't لازم يبقى في المصدر ولما نيجي نجاوب على السؤال بنبدأ بالفعل ولازم نجاوب في نفس الزمن في الماضي البسيط اللي هو عبار عن ايه؟ عن التصريف التاني للفعل يبقى هجيب الفعل في التصريف التاني واكمل جملتي how did grandpa feel when he saw his old street كيف كان يشور الجد لما شاف الشرع القديم بتاعه؟ هنا السؤال فيه فعل مساعد did اعمل ايه؟ اجاوب ازاي؟ اجاوب برضو في نفس الزمن الجملة بتاعتي في نفس الزمن السؤال يبقى اقول he was excited جبني هنا وظف الماضي ليه؟ عشان لازم اجاوب في نفس الزمن السؤال طب لو عندي سؤال اللي هو بيس نوكو عشان عايز اكون سؤال بمعنى هل؟ السؤال اللي بمعنى هل دايما بيبدأ بالفعل المساعد طب الفعل المساعد في الماضي البسيط اسمه did اسمه ايه؟ did يبقى هبدأ بالdid وبعدها الفاعل وبرضو الفعل في المصدر بعديه طب لما اجي اجاوب عليه هقول ايه؟ yes or no دايما السؤال اللي معنى هل اجابته yes or no بنعكس اول كلمتين اول مثلا yes I did or no I didn't تشوف كده المثال ده did you jump yesterday هل كنت بتقفز مبارح؟ did بدأنا السؤال هنا بdid يبقى جاوب بايه؟ yes or no ونعكس اول كلمتين فقلنا yes I did you بتتحول في الاجابة لا I وبعدين نحط did yes I did did he play football on this street؟ يعني هل هو كان بيلعب كرة قدم في الشارع؟ دهما السؤال بدأ بقدد يبقى رد بايه؟ yes or no ونعكس اول كلمتين نفتكره دي على طول yes or no ونعكس اول كلمتين فقلنا no وبعدين عكسنا كلمتين دول he وdidn't مع no ما ننساش نحط علامة النفل هي an apostrophe t بأن no he didn't كمان تكلمنا عن verb to be في ال past or present يعني ايه verb to be اللي وفع لي يكون؟ verb to be اصلا في المدارع اسمه ايه؟ اسمه am او is او are am بجيبها مع ضمير i و is بتيجي مع he she it واي اسم مفرد و are بتيجي مع we you they واي اسم جمع طيب في الباست في الماضي من نام الماضي من am و is اسمها was يعني ايه؟ يعني was هجبها مع الضمائر دي مع i he she it i وهي و she it واي singular noun يعني اي اسم مفرد و where هتيجي مع الضمائر دي اللي هي we you they واي اسم جمع يبقى ناخد بالنا من verb to be في المدارع وفي الماضي verb to be في المدارع am و is و are وفي الماضي was aware المفرد نجيب له was والجمع نجيب له where واخد بالي برضه من الضمائر دي اللي بتيجي مع كل واحدة فيهم نحفظهم كويس جدا طب لو السؤال بدأ بwas aware اجابته تبقى ايه؟ yes or no زي اي سؤال بدأ بأي فعل مساعد ونعكس اول كلمتين was the homework easy هل كان الواجب سهل؟ نقول برضه هنا في الاجابة ايه؟ yes or no يبقى yes it was شلنا كلمة the homework وحطينا مكانها it ضمير ينوب عنها yes it was لو قلنا no نقول no it wasn't لازم نحط علامة النفي طب لو السؤال بدأ بwhere اللي هي اخت was اللي هي من verb to be مش وارد تانية ليه اين where there many cars يعني هل كان هناك اي سيارات اما السؤال لي بدأ بوز اوار معناه هل كان طيب هل كان هناك الكثير من السيارات نجاوب برضه ازاي بyes or no ونعكس اول كلمتين نقول yes there were طب ايه الكلمات اللي دالة على الزمن بتاعنا يعني ايه كلمات دالة على الزمن يعني كلمة بشوفها في الجملة تخليني اعرف ان الجملة دي لازم تبقى في زمن الماضي البسيط زي كلمة ايه مثلا زي كلمة yesterday yesterday يعني بالامس اما شوفها في الجملة يبقى حاجة حصلت امبارح ده حاجة حصلت خلاص يبقى ماضي بسيط يبقى yesterday الكلمات اللي تخليني اختار زمن الجملة past sample ماضي بسيط كمان عندي كلمة in the past يعني في الماضي كمان كلمة ago ago يعني منذو بيجي قبلها مدة زمانة يقول tears ago مثلا سنتين منذو سنتين ago معناها انها حاجة خلصت برضو يبقى اول ما شوفها اختار ايه past sample ماضي بسيط كلمة once يعني ذاتة مرة ذاتة مرة دي بس تخدمها لما اجي احكي حكاية مقول في يوم ملايين في مرة من المرات يبقى ده برضو ماضي بسيط حاجة حصلت وخلصت تبقى ماضي كمان كلمة last مقول last week يعني الاسبوع الماضي last month يعني الشهر الماضي يبقى كلمات دي كلها بس دم اشوفها في الجملة اعرف ان الجملة لازم يبقى زمنها ماضي بسيط يلا نحل بقى انتشوف فهمني النهاردة number one let's let's يعني هيا اخد بالي من كلمة let's فاكريني قلنا بييجي بعدها ايوا بيجي بعدها يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون اي اضافات نختار فين بقى هنا let's look هو ده الفعل في المصدر هنا let's look inside the box يعني دعنا ننظر فيه الصندوق number two our street الشارع بتاعنا quite many years ago يعني الشارع بتاعنا كان هادئ منذ العديد من السنوات ايوا هشوفتوا كلمة ايه هنا ago many years ago يعني منذ سنوات عديدة اول ما اشوف ago في الجملة لازم اعرف ان الجملة دي في الماضي في الباست طب في الماضي يبقى عندي كلمتين فيهم ماضي لما was where اختار انه فيهم يبقى شوف الفاعل هنا مفرد ولا جامع كلمة our street يعني الشارع بتاعنا شارع واحد بس يبقى مفرد ولا جامع لا singular مفرد المفرد نختار معا كلمة was number three now now يعني الان دلوقتي اه now دي بتبقى ايه بقى الجملة زمانها ايه لا تبقى present تبقى مضارع على طول now there are lots of visitors around us طالما هي مضارع لازم نشوف بقى الفاعل الفاعل بتاعي هيبقى مفرد ولا جامع حسب الجملة بتتكلم عن مفرد ولا جامع lots of visitors يعني زوار كتير يبقى plural ولا لأ ايه بلورال جامع يبقى نختار ايه في المضارع مع الجامع نختار كلمة are now there are lots of visitors number four in the past يعني في الماضي في الماضي بقى عرف نختار زمن ايه على طول ايوة ماضي بسيط تمام طيب فين في دول الماضي no cars ما كانش فيه عربيات cars كلمة بلورال يعني جامع نختار لها ايه معا في الماضي where number five when we were eight عندما كان عمرنا 8 سنوات طيب عندما كان عمرنا 8 سنوات يطار الجملة دي بتدل على ماضي ولا مضارع لا ده احنا خلاص كبرنا يبقى احنا الوقت بنتكلم عن وإحنا صغيرين تبقى حاجة حصلت وخلصت يبقى ده ماضي هو كمان يعني الفعل اللي هنجيبه هنا هو كمان لازم بيقى في الماضي we in the park كنا بنلعب في البارك نختار ايه بقى في الماضي البسيط هنا played اللي اخرها ed read and match يلا نوصل number one grandpa grandpa دوت فاعل دايما لما لقي فاعل ادور بعديه على فاعل فين الفاعل هنا تمام ليا grandpa pulled out the old box يعني جده استخرج الصندوق number two where is where is يعني اين اين ايه بقى اخد بالي is هنا ده الاباسترو في s هنا ممكن تبقى اختصار is وممكن تبقى اختصار was عادي where is دي بقى مهم ان هي في الحالتين بعدها اسم مفرد فين بقى الاسم المفرد هنا تمام where is grandpa's village يعني اين قارية جده وزي ما احنا شايفين مفيش اصلا سؤال الا الجملة دي number three there were there were كان هناك كان يوجد where بتيجي مع المفرد ولا الجمع لا مع البلورال مع الجمع هندور بقى على حاجة جمع تمام no cars in the past ما كانش فيه سيارات في الماضي number four the road had lots lots على طول ندور على كلمة يعني الطريق كان فيه الكثير من عربات النقل هنا بقى يعني هنرتب الكلمات عشان نكون جمعات صحيحة number one شايفين هنبدأ بكلمة ايه grandpa grandpa دوات اسم يعني فاعل لما يكون عندي فاعل ادور بعديه على فاعل زي ما اتفقنا فين الفرب هنا ايوة تمام بارد فاعل في الماضي يعني دفن الجملة هتبقى كده grandpa بارد دفن ايه the box of memories يعني صندوق الذكريات يبقى نحفظ كلمة صندوق الذكريات اسمها ايه the box of memories number two the نبدأ بكلمة the the يبيجي بعدها اسم لان ذا دي اداد تعريف زي الالف واللم كده the ايه بقى فين الاسم اللي عندنا هنا دي عندنا the road the road الطريق الطريق كان فيه كتير من العربيات the road had lots of cars the road جبنا كده الفاعل بعدين اجيب الفاعل اللي هو had هد ايه بقى كان فيه ايه lots of cars number three now now يعني الان دلوقتي الان عندي كده there وعندي are يبقى كان يوجد كان هناك now هناك يوجد يبقى now there are lots of visitors يعني الان في كتير من الزوار now there are lots of visitors number four he هبدأ به دوت ايه ده ضمير يبقى فاعل فاعل يبقى جيب بعديه فاعل انتم thank you تابعوني يكمل بقى المنهج ان شاء الله goodbye بقى